بأخبار النادي الأهلي فده اللي هنعرف تفاصيله أكتر من خلال لقائنا مع الزميل العزيز مينة ماهر مراسل قناة النادي الأهلي من فرع أهلي الجزيرة صباح الفل عليك يا مينة يا مينة صباح الفل لو سمعني إحنا مستانيين نسمع منك الأخبار صباح الخير يا كريم صباح الخير يا نهوان صباح الفل على كل مشاهدي بقناة النادي الأهلي في كل مكان يوم جديد وعشر الصبح في الأهلي يمكن النهاردة يوم مميز حابب أعيد على جميع الشعب المصري والليوم كل سنة وإنتوا طيبين بمناسبة نصر أكتوبر العظيم يمكن الأجواء هنا في النادي حماسية بدأ توافد الأعضاء على مقر النادي لتأدية التدريبات الصباحية يمكن الجو بصراحة درجة حرارة مهيئة وجميلة جدا لطيفة يمكن درجة حرارة النهاردة حوالي 26 في الوقت اللي أنا فيه يمكن هتوصل ل33 و34 على مدار اليوم لكن الجو أحسن بكتير من الأيام اللي فاتت بالنسبة للتدريبات هنا في النادي يمكن وأنا معاكم في تدريب 2011 لبنات كرة الطائرة بالنادي يبدأ بالفعل ويمكن أيضا فيه تدريبات السباحة بتبدأ من حوالي الساعة 5 الفجرة تنتهي لحد الساعة 12 وحدة مساء نروح بقى لفريق كرة يمكن تدريب الفريق النهاردة الساعة 4 ونصف استعدادا لمبارات امبي يمكن بعد التدريب هيتم الزهاب لمعسكر مغلق استعدادا لمبارات الغد يمكن تدريب مبارح شهد عودة جونيور أجاييه واللعب أحمد الشيخ ويعني هم يكونوا جاهزين لمبارات امبي كانوا طبعا بيتعرضوا لإجهاد عضلي في الفترة اللي فاتت إجهاد عضلي بسيط جدا لكن بخبرة اللاعبين يعني عارفين ان الفترة الجاية دي محتاجة كل العيب انه يركز بشكل تام يعني يمكن هنقدر نشوفهم في مبارات امبي طبعا بعد الاستشارة الفنية لكوتش موسيماني أيضا هيعتم خلاص غياب الشناوي عن مبارات امبي القادمة ولكن اللاعب يستعد وبقوة للظهور في مبارات الوداد يمكن ان شاء الله في خلال أسبوع هيكون الشناوي جاهز لتدريبات الجمعية وجاهز لمبارات الوداد يمكن كوتش موسيماني كان ليه تصريح وقال المباريات المقبلة كلها هتكون تدريب قوي جدا والسعداد لمبارات الوداد يمكن كوتش موسيماني بيعمل محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل كل تغريب أقل محاضرة في حوالي تلاتين خمسة وتلاتين ديئة يمكن أيضا كابتن ساد عبدالحفيز صرح وقال ان هيكون سفر الفريق على متن طائرة خاصة يوم تلاتاشر طبعا كلنا عارفين ان مبارات الوداد يوم سبعتاشر ولكن الجهاز الإداري بالنادي الأهلي بيحاول يوفر كل سبل الراحة للفريق عشان نقدم مستوى طيب في مبارات الوداد وان شاء الله نقدر نفوذ بالمبارات تمام كمان هيكون في مسحة أو راب التست هنا في القاهرة قبل السفر مباشرة للمغرب وأول ما الفرقة توصل للمغرب هيكون في مسحة أخرى ده طبعا بروتوكول للكاف وبروتوكول لوزارة الصحة العالمية قبل جميع المباريات الدولية أيضا كوتش موسيماني قرر تصعيد في هارس طارق وعادل أحمد ومحمد المغربي وشادي رضوان وأحمد طارق سليمان من الناشئين يمكن كوتش موسيماني مهتم جدا بالناشئين يمكن في حديثي مع كوتش بيتسو موسيماني الفترة اللي فاتت في خلال يومين أكد لي على أنه موجود في النادي الأهلي طبعا الفترة دي ولكن هو عنده لونج ترم فلان أو لونج فيجن يعني هو باصس لقدام كمان ستة أو سبع سنين هو بيقول لي كمان أن أقل فريق دربه وقعد فيه سبع أو تمن سنين فهو دلوقتي بيحضر لمستقبل إن شاء الله النادي الأهلي يكون مستقبل متميز وليبدأ من من الناشئين من تحت زي ما بيقوله يمكن كوتش موسيماني الفترة دي مهتم جدا بكل تفصيلة في الفريق الأول ليه طبعا رؤيته الكبيرة في المجال الكرة القدم الأفريقية أيضا النهاردة إن شاء الله يكون فيه تدريب لكرة تسلة رجال لاستعدادا للموسلم المقبل في حاجة كمان حابب أتكلم يعني عليها ووصلها لكم يمكن حابب أشيد بمجهود الأمن والعمال هنا في النادي بصراحة يمكن جميع الإجراءات الاحترازية مشددة بطريقة كبيرة جدا يمكن أمن النادي بيوفر جميع الشروط المتاحة للإجراءات الاحترازية لتجنب فيروس كورونا يمكن من أول الدخول من البوابات تعقيم وتطهير جميع الأماكن في النادي أمن النادي بصراحة والعمال هنا في النادي حابين نشيد بالدور يمكن مع الوقت ويمكن فيه ناس بتقول إن مع الوقت خلاص كل حاجة بتبدأ تهدأ أو كل الإجراءات الاحترازية محدش بيهتم بها لا هنا في النادي الأهلي بصراحة أنا شايف حتى و أنا معاكو في الساعات الصباحية من اليوم أمن النادي وأفراد النادي بصراحة موتمين كويس جدا بجميع الإجراءات الاحترازية أنا هنا في النادي الأهلي فرع الجزيلة لو في أي استفسارات أو أسئلة أنا معاكو على مدار اليوم بنشكرك شكرا جزيلا زمين العزيز مينا ماهر مراسل قناة النادي الأهلي